اهلا وسهلا سجل مؤشر الدولار الامريكي ارتفاع الى اعلى من مستويات 104 كاعلى مستوى في 6 اسابيع وتداول الذهب في نطاق سلبي في جلسة الاسبوع تحركات الاسبوع كانت بسبب الارقام الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة فقد تباطى التضخم الامريكي السنوي الى مستوى 6.4% بشكل اقل من المتوقع بينما ارتفعت مبيعات التجزئة ومؤشر اسعار المنتجين امام بريطانيا فقد تباطى التضخم ايضا الى مستويات 10.1% من 10.5% بشكل افضل مما تتوقعه الاسواق لكن يبقى التضخم في بريطانيا مرتفع واستقرت البطالة في بريطانيا عند مستويات 3.7% من استراليا كانت بيانات الوظائف السلبية من ناحية التغيير في التوظيف وارتفع معدل البطالة الى 3.7% كانت تصريحات اعضاء الفدرالي الامريكي ذو النبرة السقورية مهمة مع نهاية الاسبوع حيث اشارت لوريتا مستر بان حالة الاقتصاد الامريكي مقنعة لرفع الفائد بنقدار 50 نقطة اساس في الاجتماع القادم كان جيمس بولارد اشار بانه لا يستبعد دعم رفع 50 نقطة اساس في اجتماع شهر مارج وتبدأ الاسواق في جلسة الاسبوع القادم مع اجازة في البنوك الامريكي يوم الاثنين احتفالا بيوم الرئيس بينما بكل تأكيد ستتابع الاسواق قراءة مؤشر مديري المشتريات من اوروبا بريطانيا امريكا لمحاولة قراءة الضغوط التضخمية من كندا ستصدر قراءة التضخم والتي قد تسجل بعض التباطئ من مستويات 6.3% بينما من نيوزيلندا قد يتجه بنك نيوزيلندا للاستمرار برفع الفائدة هذه المرة بمقدار 50 نقطة اساس لمستويات 4.4% بينما من بولايات المتحدة الامريكية فهناك عدد من القرارات الاقتصادية المهمة لتحديد وثيرة رفع الفائدة حيث سيصدر الفدرالي محضر اجتماعه الاخير ومن المهم متابعة هل ناقش الفدرالي عملية التوقف عن رفع اسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2023 او هل ناقش حتى سعر الفائد النهائي المتوقع كما ستصدر قراءة الناتج المحلي الاجمالي الربع سنوي واللي قد تكشف عن قراءة ايجابية اخرى تعطي الفدرالي بعض الارتلاح بانه لا يزال بعيد عن شذح الركود بينما مع نهاية الاسبوع ستصدر قراءة مؤشر لانفاق الاستهلاك الشخصي وهي القراءة المفضلة للفدرالي الامريكي لما عرفت حالة التضخم واللي بدورها رح تعطي اشارات حول حالة التضخم في الولايات المتحدة ننتقل للتحليل الفني في جزة الاسبوع القادم نبدأ مع تداولات الذهب لاحظنا تداولات الذهب كانت قد سجلت انخفاضات بعد كسر مستويات 1900 دولار للانصة تداولات منخفضة وصولا الى مستويات 38.2% للفيبوناتشي التصحيحي من الموجة الصاعدة في الفترة الاخيرة او في التداولات الاخيرة من يوم الجمعة كنا لاحظنا تشكيل شمعة تريفيرسل شمعة انعكاسية عند الحد السفلي للقناة الهابطة عند مستويات 1819-1820 دولار للانصة والتي قد تشكل ميل ايجابي نحو مستويات 1839 بسبب تشكيل انحراف سعري ايجابي للقيعان السعرية مقارنة مع قيعان مؤشر الماكدي مستويات 1840 واردة جدا مع الميل الايجابي ثم اختراق مستويات 1840 بشمعة 4 ساعات قد يفتح امكانية التداول نحو مستويات 1857 ثم 1871 بينما امكانية كسر اللوء او الارقام الهابطة المسجلة في جلسة يوم الجمعة عند 1820 قد يفتح امكانية الانخفاضات نحو مستويات 1800 المستويات النفسية للانصة الدهب ثم مستويات 1786 طبعا يحتاج كسر مستويات 1820 بشكل واضح لكسر الحد السفلي من القناة الهابطة ننتقل لتحليل اليورو اليورو ارتدادات واضحة عند مستويات دولار 10 سنت وصولا عند مستويات دولار 6 سنت تقريبا امكانية استمرارية الميل الهبوطي نحو مستويات 10570 ثم 10490 وارد جدا مع استمرارية التداول ادنى المقاومة السعرية 10770 طبعا زوج اليورو مقابل الدولار يتداول ادنى القناة السعرية الصاعدة التي تم كسرها سابقا ننتقل لتحليل الباوند الكابل كان قد كسر مستويات القناة السعرية الصاعدة عند مستويات دولار 23 سنت يواجه حاليا مستويات الموفينج افرج او المتوسط المتحرك 200 كسر واضح وصريح بتداولات يومية ادنى مستويات الـ 1.19.5 قد يفتح امكانية تداول بميل هبوطي او ميل سلبي نحو مستويات 1.18.20 ثم 1.16 سنت ننتقل لتحليل الدولار الاسترالي الدولار الاسترالي يشكل حاليا نموذج الـ Head & Shoulders الرأس والكتفين كسر النكلاين او خط العنق عند مستويات الـ 0.68.70 ممكن ان تعطي اتجاه الاسترالي بميل هبوطي نحو مستويات 67 سنت 40 ثم 67 سنت الفيقر طبعا ثبات التداول ادنى مستويات الـ 0.68.70 مهم جدا لاستمرارية التداول الهابط للدولار الاسترالي اما مع تحليل النفط خام غرب تيكساس تحديدا خام غرب تيكساس كان قد سجل ارتدادات عند مستويات 80 دولار للبرميل الحد العلوي للقناة السعرية الهابطة صمود واضح لحتى الان تسجيل او تشكيل lower high في الفترة الماضية الدعم السلبي او الميل السلبي قد يدفع الاتجاهات نحو اختبار مستويات الدعم السعري 74.30 ثم مستويات 71.50 للنفط اي اختراق لمستويات 80.35 سنت قد نتجه لاتجاهات صاعدة للخام غرب تيكساس طبعا الصعود اختراق مستويات 80 دولار تحتاج اختراق واضح لجلسة يومية لدفع ميل صعودي نحو مستويات 84 دولار للنفط نختتم مع الداوجونز الداوجونز كان قد تشكل ارتدادات هبوطية من مستويات المقاومة السعرية اللي تحدثنا عنها سابقا 34.590 كانت مستويات مقاومة السعرية قوية جدا الميل الهبوطي اللي حتى الان وارد جدا مع ثبات التداولات السعرية ادنى 34.000 للمؤشر الميل الهبوطي نحو مستويات 33.000 ثم 32.650 32.480 وارد جدا للمؤشر في حال استمرارية التداول ادنى مستويات الـ 34.590 بالنسبة للمؤشر الداوجونز تداولات موفقة للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة